بعد انقطاع دام أكثر من شهر باشرت الدكتورة أميمة عملها في عيادتها الخاصة لاستقبال المراجعين مع اتخاذ إجراءات وقائية صارمة تماشياً مع شروط وزارة الصحة لفتح العيادات الخاصة والمراكز الطبية نقوم بتعقيم العيادة كامل قبل استقبال المراجعين بيوم نقوم بأخذ المواعيد للمرضى عن طريق الهاتف وأخذ السيرة المرضية لديهم التأكد من أي أعراض يمكن أن نشك بها أن المريض يمكن أن يصاب بأعراض الفيروس مثل ارتفاع الحرارة أو أن يكون المريض مخالط لشخص مصاب عملية قدوم المراجع إلى العيادة الطبية تسبقها عدة تدابير وقائية تتمثل بأخذ موعد مسبق والتأكد من سيرته المراضية وعند دخوله العيادة يتم قياس درجة حرارته والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل وخارج العيادة الإجراءات كانت جدا ممتازة كان في تعقيم إجباري على مدخل العيادات وجهدهم كثير واضحة وتنظيم الواقع الراهن وعملية الحضر الجزئي تلقي بظلالها على العاملين في القطاع نطينا اليوم خمس موعيد فقط على أساس نقدر أن نتعامل معها كأول يوم ونشوف كيف أمورنا ماشية مع التعقيم ومع التباعد بين المرضى الصحيح ثلاثة من المرضى الخمسة ما قدروا يوصلوا للعيادة يعني اتصلوا يعتذروا أنه عن طريق الدفاع المدني حاولوا ما في مجال في ضغط الدفاع المدني يجيبهم فيه حاول يدخلوا على ويب سايت اللي يأخذوا تصريح يجوا على العيادة كمان ما قدروا يحصلوا على التصريح بالوقت المناسب إنهم يجوا فيها فكان في صعوبة ففي اثنين من المرضى يجوا بصعوبة كمان فتح العيادات الطبية وفر جانب الخدمة عند المواطن حتى وإن لم يتمكن معظمهم من تحصيلها بشكل كامل بسبب صعوبة التنقل ليبقى تطلع المواطن بأن ترحل الأزمة وما فيها من معيقات أكثر من ستة ألاف عيادة طبية خاصة ومركز طبي بعد انقطاع دام أكثر من شهر تباشر عملها ضمن شروط قاسية إلا أن الأطباء يعولون على عودة عملهم كالمعتاد بعد استئناف وسائل النقل لعملها الأربعاء المقبل لتمكين المراجعين من الوصول إلى العيادات محمد الفائزة المملكة عمام